بين تقلبات السياسة وساستها تقلبت على العراق فصول من الفوضى والتناحر على المناصب بعض منهم من جاء بفكرة أو برنامج والبعض الآخر كان رهينة أيدي تدير قواعد اللعبة وفق أهواء التخريب لكن قواعد اللعبة تغيرت اليوم في العراق والمنطقة وهنا حديث رسمي على لسان سياسيين منهم ديفيد شينجر مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأدنى عندما يشير إلى أن العراق أمامه غد أفضل بعد اختيار الكاظم رئيسا للوزراء جملة الرجل الوطني العراقي تبناها شينجر وأتبعها أن الرجل يعتبر أفضل رئيس وزراء حتى الآن بالمقابل فإن الحديث عن رئيس الحكومة قد لا يعجب بعض المختلفين على تلكة السياسة وكنزها الثمين حيث الوصول إلى الكرسي المنشود الشرق الأدنى لم يهدى في السابق وينتظر التغيير الديمقراطي ويطالب دوما بتحسين وتحقيق الوعود وهو ما يحمله الكاظم على عاتق حكومته وهو رئيسها المسؤول والمساءل الأول والأخير أمام الشعب الحكومة كشفت أوراقها سيم الورق البيضاء منها وكانت ملامح الرسائل صريحة مباشرة على لسان الكاظمي في أكثر من مناسبة أن هناك قوان تريد عرقلة الإنجازات كما هي حقائق الفساد والترهل الإداري تحدي أكبر وأخطر تواجهه حكومة الكاظمي يتمثل بالجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وهي التي تحول بين المنوي إنجازه والذي تستخدمه بعض الجهات لتثوير الشارع على الحكومة وهذا الحديث تؤكده وقائع بعض الأحداث الدموية التي جرت مؤخرا في البلاد في المحصلة فإن هيبة الدولة وسيادتها يريد لها الرجل القيادي اليوم أن تتحقق بما يضمن للبلاد فعلاً قولاً أن يعود إلى الخارطة الدولية بإعمار بيته السياسي والأمني والاقتصادي ترجمة نانسي قنقر